السلام عليكم تلاميذ العزاء كيف الحال أتمنى تكونوا بخير درسنا اليوم هو حلم مناقشة التاريخ الهجري للصف السادس الابتدائي أسية المناقشة صفحة 15 أكمل الفراغات الآتية أولا تتألف السنة الهجرية من نكتب 12 شهرا ثانيا ومن خلال التقويم الهجري يعرف المسلمون والناسباتهم الدينية وتكاليفهم الشرعية فيؤدون ما أمرهم الله به من عبادات كصوم شهر رمضان وحج بيت الله الحرام في شهر ذي الحج الحرام ويحتفلون بأعيادهم وأفراحهم ويستذكرون جميع مناسباتهم وهذا هو الحل أمامنا اللي جواته خط هو حل المناقشة السؤال التالي رتب الأشهر بصورة متسلسلة ثم ضع خطا تحت الأشهر الحرام الحل موجود صفحة 14 عدنا الأشهر متسلسلة من الأول إلى شهر 12 وأيضا عدنا الأشهر الحرام مكتوب أمامه هي محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة هذه الأشهر الحرام السؤال التالي ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة وصحح الخطأ إن وجد أولا ولد في شهر رجب رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الجواب خطأ في شهر ربيع الأول ثانيا في شهر ذي الحجة يكون عيد الأضحى الجواب صح ثالثا في شهر شعبان يكون عيد الفطر مبارك الجواب خطأ في شهر شوال رابعا الأشهر الحرام ثلاثا الجواب أيضا خطأ الأشهر الحرام هي أربعة خامسا في شهر محرم الحرام استشهد الإمام الحسين بن علي عليه السلام الجواب صح وهذا هو حل المناقشة أولا خطأ ثانيا صح ثالثا خطأ رابعا خطأ خامسا صح وبهذا نكون تهنى من حل المناقشة أتمنى تكون استفدت من الحل وبالتوفيق والنجاح بجميع الانتحانات إن شاء الله لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ترجمة نانسي قنقر